اشتركوا في القناة 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 الاحداث اللي رح تكون مفاجئة بشكل كبير يعني اه على المستوى السياسي احنا بنحكي طبعا هذا بنعكس على الاشخاص في زوايا ايجابية كثيرة رح تتشكل خلال هذا الاسبوع بين الكواكب الكبيرة يعني بين عطارد اه بين الزهرة بين بلوتو اورانوس كلها زوايا تثليث او تسديس يعني في زوايا قوية ايجابية خلال هذا الاسبوع ولكن هاي الزوايا تأثيرها رح يكون كبير بتحمل نوع من انواع المفاجآت على المستوى السياسي لها علاقة بتطور كبير في منطقة الجزيرة العربية وبعض البلدان العربية فعشان هي الفترة هاي الاسبوع ممكن يمر متسارع باحداث مذهلة لدرجة انه ما تستوعب يعني ما تقدر تستوعب ايش اللي قاعد بصير ايش السرعة بالاحداث اللي قاعد بتصير خلال هذا الاسبوع اهم زاوية رح تكون هي زاوية تثليث اللي رح تكون هاي بين الشمس وارانوس رح تكون يوم اثنين تسعة طبعا تأثيرها رح يبدأ من بداية الاسبوع زاوية هاي يعني عشان بسطها الشمس لها علاقة بالقيادة بالجيش او بالزعماء بالملوك بالرؤساء بالحكومات بالسطوة بالسلطة ككل وبرضو اورانوس الو علاقة بالمفاجآت الو علاقة بالثورات بالانقلابات بالاشياء المفاجئة جدا وبما انه اورانوس بتراجع ورح يعمل زاوية التثليث مع الشمس وهي رح تكون في مكان حساس جدا لوجودها معناه تتوقع مفاجآت على هذا المستوى الو يعني اجمع انتي بين هاي وهاي بتطلع بالمفاجآت اللي رح تطلع لاني انا ما رح اقدر اشرحها الا في يومها رح نذكر احنا ايش التأثير تاعها ولكن انت لحالك تخيل ايش اللي ممكن يصير من هاي الزاوية اما بالنسبة للزاوية الخطرة اللي احنا بننبه منها هي زاوية التربيع بين الزهرة والمريخ رح تكون يوم اربعة تسعة هاي الزاوية طبعا الزهرة الها علاقة بالجمال الها علاقة بالعواطف الها علاقة بالحب الها علاقة بالغراميات الها علاقة بالنساء مع المريخ المريخ له علاقة بالجنس له علاقة بالعنف له علاقة بالتهجم له علاقة بالنيران له علاقة حتى بالكلام الجارح وهو علاقة بالاغتصاب فمعناته الأسبوع هذا رح يتركز على هاي المواضيع وإلها علاقة بأشياء صادمة جدا جدا حتى على المستوى الفني وعلى مستوى الموسيقى أو على مستوى مطربين أو ممثلين أو أعمال فنيية رح تكون مضحكة وصادمة ومذهلة في نفس اللحظة يمكن بلشت آثارها ولكن مع بداية الأسبوع لسا الآثار رح تكون أكبر اللي رح يصير أنه يوم خمسة تسعة اللي هو يوم السبت تقريبا بيجي انتقال عطارد اللي رح ينتقل من برج العذراء لبرج الميزان طبعا الأسبوع هذا ما رح نحكي عنه رح نحكي عنه إحنا في التوقعات اليومية بشكل مفصل والأسبوع الجاي رح نحكي عن أثار تنقلاته هاي أهم الأحداث خلينا نشوف إيش التوقعات بالنسبة لكل الأبراج بالتفصيل زي ما أنتم تعودين ونشوف في أحداث إيجابية كثير معناته في كواكب كثير رح تكون سعيدة والأحداث اللي سلبية رح نذكرها ونركز عليها خلال هذا الأسبوع إيش شيء خلينا نروح نشوف إيش توقعات لبرج الحوت طبعا أول شيء بدنا نحكي عنه بدنا نحكي عن الشمس وعطارد اللي موجودين في بيتك السابع اللي هو بيت الشراكة المالية والعاطفية اللي له علاقة بالأزواج والعلاقة بالزواج والعلاقة في فرص الارتباط والعلاقة بتوطيد العلاقة ما بين الأزواج برضو أشياء مشتركة وعمل وشراكة ممكن تفاهم أو مشاريع جديدة كلها هاي أشياء إيجابية بتدعمك بشكل قوي بالفترة هاي وبتعززها برضو بشكل قوي وممكن تنجز بعض الأمور اللي كان صعب إنك تنجزها بالفترة الماضية يعني بتعطيك طاقة كبيرة ولكن هاي الفترة ممكن تظهر بعض المسائل القانونية أو قضايا قضائية أو أشياء إلو علاقة بالمحاكم أو إلو علاقة بخلافات معينة أو نقاشات معينة في الأوقات السلبية وخصوصا إن الشمس بدأ تشكل زاوية سلبية مع أورانوس فممكن تحدث بعض المشاكل ما بين الأزواج وخصوصا اللي علاقتهم ضعيفة ما بينهم وبين بعض أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الزهرة والزهرة بدأ تشكل زاوية زي ما حكينا في بداية الحلقة مع المريخ فهاي شوي بتكونوا حاذرين من المشاكل العاطفية أو التباس أو استغلال أحد الأحبة لإلكم أو إنه تكون شوي تستدرجوا لأمر يعني يكون صعب شوي طبعا مش كل موليد برج الحوت بإلا أشخاص اللي بتعاملوا مع الشخص الغير مناسب ممكن يكونوا عرضة لهاي الأمور وخصوصا أمور اللي إلها علاقة بالتحرش بتكونوا حاذرين فيها العلاقات الضعيفة فرصة لإنها تنتهي بالفترة هاي برضو في أشخاص رح يكون لهم تعامل سلبي شوي مع أحد الأبناء أو مع أحد الوالدين بتكونوا حاذرين من تطور المسائل في هاي النقطة أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا المريخ نفسه في البيت الثاني وهذا بسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو المصاريف على المستوى المالي وبما أنه زاوية سلبية معناته رح يعطيك رغبة عالية جدا بالدخول بمشاريع فاشلة أو صرف الفلوس أو رغبة بتملك بعض الأشياء فصير تشتري كماليات أو أشياء أنت مش بحاجتها وبرضو ببعض المواليد برج الحوت عرضة للنصابين والمحتالين أنهم يستغلوهم بشكل كبير بالفترة هاي فبتكونوا تحاولوا تحافظوا على أموالكم من السرقة والضياع أو من أمور المحتالين أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء يعني إحنا بنحكي عن الجدي والجدي عندك ثلاث كواكب أساسية يعني مشتري بلوتو زحل ثلاثة بيت راجعوا في هذا البيت فهي بتجيب لك أشخاص بيدعوا الصداقة أو بيوهموك إنهم هم أصدقاءك فبيستغلوك ممكن يستدرجوك في مشروع معين أو ينصب عليك أو يحتالوا عليك أو يأخذوا سرك منك ويستخدموا ضدك حاول قدر الإمكان تكون منتبه لأنه الفترة هاي راح يتعري أو تكشف بعض الأشخاص الوهميين موجودين في حياتك أما بالنسبة لبيتك الأول فنبتون بتراجعوا وهذا اللي بيسبب لك نوع من أنواع عدم الثقة أو تقلب المزاج أو الوسواس أو القلق من بعض الأشخاص اللي بتآمروا عليك فعشان هيك بدك تكون حذر برضو من الأوهام والأحلام والوساوس والأفكار اللي ممكن ما تكون صحيحة فعشان هيك حاول إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تترك نبتون اللي هو كوكبك أساسا إنه يسيطر عليك أو يأثر عليك أو على مشاعرك بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فعندك أورانوس اللي بده يشكل زاوية حادة برضو مع الشمس فعشان هيك ممكن تتخذ قرارات شوية تكون متسرعة أو تحكم على أشخاص بطريقة متسرعة بدك تنتبه بشكل كبير بأثناء تنقلاتك أثناء حواراتك نقاشاتك امتحاناتك ما تعتمد على الحظ نهائيا بالفترة هاي لأنه الأجواء بتعمل نوع من أنواع المفاجآت اللي ممكن تكون مش سارة وخصوصا برضو أثناء تنقلاتكم بتكونوا حذرين أثناء قيادة السيارة أثناء تحركاتكم برضو هاي الأمور بتكونوا تنتبهوا لها أما بالنسبة للتوقعات الأسبوعية من ساعات مساء اليوم الخميس القمر موجود في الجدي حتى فجر يوم الأحد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتميل للتواصل مع الآخرين وممكن تنجح في حشد تأييد أو دعم لقضيتك بتتحمس للقاء الناس أو للتعارف ممكن يكون في الفترة هاي شيء العلاقة بسفر أو الانضمام لجمعية أو ممكن تهتم لشؤون أقارب الشريك من فجر يوم الأحد القمر في الدلو حتى ظهر يوم الثلاثاء بتشعروا بالتعب بسيطر عليكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة بتسجل هاي الفترة ركود على جميع الأصعدة بنصحك بعدم المباشرة بالتنفيذ بتخلص من عاداتك القديمة وإنشغل فقط بالمسائل الروتينية وإحذر التأخير والخسائر والوعكات الصحية أما من ظهر يوم الثلاثاء القمر بصير موجود عندك يعني بتبدأ مرحلة جديدة وبرضو مشجعة لإلك رح يستمر من ظهر يوم الثلاثاء وحتى مساء يوم الخميس بتبدأوا الفترة هاي فترة إيجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها لبدأ مشروع أو لخطة جديدة بتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق يعني الفترة هاي بتحمل لك خبر سار من مساء يوم الخميس القمر بصير في الحمل وحتى صباح يوم الأحد بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية أهمش أنك تعمل بجدية ونظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر